سلام عليكم الغزالة ديالي كنتمنى انكم تكونوا بخيو على خيوات الفيديو ان شاء الله يلقاكم في احوال جيدة وبصحة جيدة ان شاء الله جيتوا جبش معي الجديد مع وصفة جديدة وفيديو جديد وصفتنا اليوم عباعا غويبة كتجيها الى البنات وخندنشكها لكم ما ديش نوصل لها القيمة ديالها لانها كتجي لديدة ومشقة وفي اسع وقت البنات كانوا ججاد الغيبة مكوينة ليهو مبساط تبقوا معايا نشوفوا المقادية وطريقة هذا بإذن الله بالنسبة للمكوينة لي نحتاجوا فضل غيبة كما تلاحظوا معايا مكوينة ليهو مبساط كنحتاجوا ميتين وخمسين قام ديال الزبدة ما يعادي العلبة كاس سكا حبيبات كاس لاو بزيت مية وخمسين قام ديال جنجلان متحون مية قام كوكو كيكون عمها مش البنات ما كانتحنوش جيدا قبيصة ديال الملحات لا تتصشية من خميرات الحلويات جوجفاني والدقيق على حساب الخالي كما كتلاحظوا معايا كنناخدوا ايناء فشان بدواد الخالي كنضيف في علبة ديال الزبدة هي نوعية ديال الزبدة كتفضلها لبنات كنضيفها عاما ماشي زبداد يخصدار انها تكون زبداد ديال العلب وتكون زبدال هيينة كنضيف عليها قبيصة من الملحة مع اضافات كاس سكا حبيبات نضيفه جوج صشي من الباني كنبقون بخدمو فهد الزبدة والسكا حتي لو بولينا دكتور الحبيبات ديال السكا وينساج مولينا المكونات بكون سهولة لبنات الى خلينا عكوى الزبدة ليينة ما نكون نخدموش بالزبدة قصحة باش انها تساعدنا في الخدمات ديالها كما كتلاحظو معايا بعد المرد وابتدى السكا حبيبات مع الزبدة كنضيف عليهم كاس لعوب ديال الزيت كنبقى نخلط في المكونات جيدا حتى ينساج ملينا كاس لعوب ديال الزيت كاس لعوب ديال الزيت مع الزبدة سكا حبيبات كما كتلاحظو معايا الخليط كيفاش كي يصبح معانا كيدوب ولينا لكل حبيبات والزيت كتنساج ملينا مع الزبدة كنضيف عليهم 150 قام من الجنجلة اللي كي يكون مهمش وكنضيف 100 قام من كوكو بالنسبة للكوكوعة كنسهضو شوية فالفاعنا البنات وكنتحنو انا حماطو واحد شوية فوتلي شوية تحميها كنتم بالنسبة لكم انتوا معا سهضو واحد شوية حماعة واحد شوية متخلوش يتحق لكم البنات كندخلو هذه الجنجلان مع كوكاو جيدا فهذا المكونات ديال الزبدة والزيت كنبقاو نخدموها بكو باش تجينا ديك التعليكات ديال اللي كتجي في الغايبة كاد الطائقة البنات الدارية انكم تخدمو بها كنبقاو نعلك فهذا الخالد ديال الزبدة والزيت اللي ضفنا عليه كوكاو الجنجلان باش هذا كوكاو الجنجلان كيتلقو لنا النسمة ديالهم فهذا الاثناء كان قنضيف دقيق تدهي جيان شوية بشوية وانا كان جميع الغايبة بالاطاف ديال الاصابع ديالي بالنسبة للغايبة بنعملوش الغايبة قاسحة بزاف وما تكونش طائية من بعدا نكتب ليكم المقادير اللي هما مضبوطين في صندوق الواصف اجحل من كمية ديال الدقيق خذتلي ياد الغايبة فهذا الاثناء كان نضيف ثلاثة تصشيات من الخميات الحلويات وكان بقى ندخل هذه الخميات الحلويات مع الدقيق تدهي جيان شوية بشوية حتى تجمع لنا العجينة كما تلاحظو معي العجينة بعد ما تجمعت لينا ما كتما تاخدش لينا كمية كتير ديال الدقيق سوف ياد الكمية اللي خذت ليها ان شاء الله نكتبها لكم في صندوق الواصف وكتجي لينا ما كتجيش ما كنخليوش العجينة قاسحة بزاف وما كتكون جاية كنحسو بالعجينة هاكو باش نعرفو العجينة واش الجمعات كندكووها هاكو بين الاصابع ديالنا وكن عائلة جمعات لنا دكوات لنا العجينة بشكل جيد صافيها العجينة هي هاديك في الدقيق فادلاتنا كننخدو سكوا غلاسي سبيسيال من نوعية جيدة كننخدو كوكاو او اللوز على حسب الاختيار ديالكم ممكن انكم تضيفو كوكاو ممكن تعملو اللوز هنا ها نعملكو اللوز انتوا مع لاحسب الاختيار ديالكم لما متوجه عندو اللوز دا ما عندو كوكاو عفوان البنات يعمل كوكاو كننخدو غايبة ديالنا كنعملوها كويات وكننمدوها في سكوا غلاسي وكننضيفو حبا ديال اللوز من الفوق وكننضغطو عليها كما كتلاحظوها البنات كتشقق في البلاسة البنات لان غايبة ناجحة مليون في المئة كنكوا غايبة بالنسبة ليكم انتوا مع لاحسب الاختيار ديالكم ممكن انكم تكبروا غايبة ممكن انكم تخليوا على القياس اللي انتوا ما كتفضلوا انا داتها متوسطة ما كبهتاش بزاف كننخدو غايبة كننغطسوها في سكوا غلاسي كنعملو في هاد الويزة هاكوا من الوسط وكننحطوها في الصينية اللي كد خلينا الفاعل وكننبقى مستماعها هكا حتى نسى هاد العجينة كلها اللي عندي انتوا ما كتلاحظو خصنا داوي اننا نغطسوها جيدا في سكوا غلاسي وكنعملوها هكوا ممكن انكم تعملوها كأحبة من كوكاو انا كنفضل اناني نعمل اللوز حبت من اللوز وانتوا ما على حساب الاختيار ديالكم انا نقمس تماعها كحتين سليد الغايبة ديالي كلها البناش كما كتلاحظو معي ابعد بما سليد لتاكل عماتها كندخلوها الفان كندخلوها تكون العافية من الفوق حتى تشقلينا الغايبة كلها البناش ساعات كندخلوها من الفوق مدة طبخ ديالها من اشهاد دقيق حتى الخمسة اشهاد دقيقة ما كد تاخدش معنا الوقت بزفة اللي بنات عكا تشقلينا الغايبة كتلونينا ع واحد شوية من اللي تحت سفيك نحيدوها ما تفوتوش فيها الطيب لانها ما كتقدش على الطيب بزف دقيقة تطيب معنا الساعة غايبة ان شاء الله عاد جابوها وكما كتلاحظو معي بعد مما طيبناها كم فلاش كتجي كتجي هائعة البنات وكتستحقت جايبة نمتيقنا نمتيقنا يلا جابتوها الغايبة عادنا الاعجاب ديالكم وعاد جابوها ان شاء الله تعجبوا لي يدتكم وتعجبوا الضيوف ديالكم وعائلتكم وإلى عجبكم الفيديو ديال اليوم وعجبكم محتوى ديال الفيديو من طبيعة الحال ما تنسوش تصلوا لي الفيديو الاكبر عدد من اللايكات ودخلوا لي التعليق ديالكم اللي بنات لان التعليق ديالكم كي يحفزنا وكي يزخلينا ديما نزيدوا القدام كما كذا عودكم ممكن نقسم معاكم ديما وحدا كيفاش كتجي الغايبة البنات كتجي مشيشة شيشة بزاف وان شاء الله عاد جابوها عاد تعافو وعليش انا كان هذا معاكم اتمنى اننا الفيديو ديال اليوم نخليكم على خيال بنات المنتقى الجاي ان شاء الله نخليكم في عاياتي الله وحفظه